قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتلي فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيضل ينابيع والتوجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس السنة الرابعة متوسط الممنوع من الصرف إذن النشاط الظاهرة اللغوية الموضوع الممنوع من الصرف افتحوا أبناء كتاب اللغة العربية ما هو الممنوع من الصرف؟ إذن الممنوع من الصرف ينقسم إلى قسمين هو هو الممنوع من التنوين ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة وينقسم الممنوع إلى قسمين ممنوع لعلة واحدة وممنوع لعلتين ينقسم إلى ممنوع لعلة واحدة وممنوع لعلتين الممنوع لعلة واحدة ما هو الممنوع لعلة واحدة؟ هو ما جاء على صيغة منتهى الجموع وهي كل جمع تكسير بعد ألف تكسير حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن مثل مساجد مدارس على وزن مفاعل وصيغة أيضا مفاعل مثل مصابيح قناديل ومناديل هذه هي صيغة الجمع مثال صليت في مساجد كثيرة عندنا مصابيح كثيرة في البيت مصابيح كثيرة في البيت اسم مجرور بعد حرف الجر وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف ملاحظة إذا جاءت صيغة الجمع الممنوعة من الصرف معرفة بالألف واللام أو بالإضافة تجر بالكسرة وتعرب مجرور بالكسرة لأنه ممنوع من الصرف إذن أنير المسجد في رمضان بالمصابيح الجميلة دخلت عليها ألف واللام الليهوية ألف تعريف أعلن عن رمضان من مساجد المدينة معرفة بالإضافة يعرب اسم مجرور بعد حرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة وتكون مصروفة ولا تكون ممنوعة من الصرف الإسم المختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة مثل صحراء حمراء صفراء وأصدقاء مررت بصحراء الجزائر لا نقول صحرائي يعرب اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لأن كلمة صحراء ممنوعة من الصرف الممنوع من الصرف لعلتين ما هو الممنوع من الصرف لعلتين؟ العالم الممنوع من الصرف وصفة الممنوعة من الصرف أولا العالم الممنوع من الصرف وهو يمنع العالم من الصرف إذا كان عالما مؤنث أي عالم مؤنث يكون ممنوع من الصرف هكذا نقول عنه عالم مؤنث يكون ممنوع من الصرف وهو على ثلاثة أقسام عالم مؤنث سواء كان معنوي مثل زينب إيمان وأمل أو لفظي ومعنوي مثل فاطمة وهدى أو لفظي مثل حمزة وحنظلة مثال مررت بعائشة يعرب اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف يعرب مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف يمنع العالم من الصرف إذا كان علما مختوما بألف ونون زائدتين مثل مثال عثمان عدنان رمضان يصوم المسلم شهر رمضان إيمانا واحتسابا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة يمنع العالم من الصرف إذا كان العالم أعجميا أي ليس له أصل عربي إبراهيم يعقوب إسحاق يوسف قال تعالى وأوصى بها إبراهيم بني ويعقوب وقال نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة إلها واحدة إذن لاحظوا هذه الأسماء إذن يمنع من الصرف على من على وزن الفعل مثلا أحمد أشرف يزيد التقيت بأحمد اليوم أو يقال أحمد الله على نعمة العقل يمنع إذا كان على وزن فعل مثل عمر زحل هبل قرأت قصة عن عمر بن الخطاب نقول عمرة وليس عمري إذا كان عالما مركبا تركيبا مسجيا مثل حضر موت وبعلبك مررت بحضر موت يعرب اسم جور بالفتح نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف هكذا يعرب ملاحظة العالم الثلاث ساكل الوسط يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف مثل مصر مصرا ها هند هندا يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا محمدا صالحا هودا نوطا شعيبا ونوحا إذن كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا هذه الأسماء كل أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف ما عدا مالكا منكرا ونكرا ردوان أيضا هو خازن الجنة ممنوع لسببين أولا العلمية لأنه اسم علم وزيادة الألف والنون في آخره الصفة الممنوعة من الصرف ما هي الصفة الممنوعة من الصرف؟ إذن الصفة الممنوعة من الصرف هي الصفة على وزن فعلان مثل غضبان عدشان صنوان مررت بكلب عدشان فسقيته صفة مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف هكذا يكون إعرابه لأنه ينتهي بالألف والنون الصفة على وزن فعل ومفعل من الأعداد مثل ثلاثة وربع قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثل ثلاثة وربع إذن على وزن ثلاثة وربع الصفة على وزن فعل مثل أخر قال تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخرى الصفة على وزن أفعل مؤنثه فعلاء أخضر خضر وأسود سوداء وهو في كافة الألوان إذن شكرا أبنائي على المتابعة لا تنسوا دعم القناة والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أبنائي وبهذا نكون أنهينا درس اليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة